شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان بحثنا حول عالم الآخرة وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول وظائفنا تجاه الأموات الأموات الذين رحلوا عن هذه الحياة وغدوا رهائن القبور واللحود ما هي وظيفتنا تجاههم فيما مضى أشرنا إلى أن بعض الأفراد يتصورون أن دائرة الحقوق تقتصر على هذه الحياة الدنيا فإذا انتهى الفرد ورحل لم يعد له حق علينا هذا التصور تصور خاطئ وحقوق الآخرين علينا كما تشمل هذه النشأة تشمل تلك النشأة أيضا بل يمكن أن نقول إن حق الآخرين علينا بعد الموت هو أعظم من حقهم علينا في هذه الحياة لأنه في هذه الحياة عادةً يوجد البديل إذا ابن ما أنفق على أبيه مثلاً هذا الأب لا يموت عادةً من الجوع يمكن أن يكون هناك بديل ولو فرضنا أن هذا الأب مات من الجوع فإنما يفقد حياةً فانية ولكن ولكن في تلك النشأة في عالم الآخرة لا يوجد هناك أي بديل ينقل ولو هذه القضية فيها شيء من الحدة ولكنها حدة تعبر عن الواقع نقل أنه رؤية أحد الأفراد في عالم الرؤية فقال الميت لهم إنني أحوج من الحيوان الذي يتعرض لكم وترمون إليه بلقمة أنا أحوج إلى هذه اللقمة من ذلك الحيوان لأنه الحيوان إذا لم ترموا إليه باللقمة يذهب إلى مكان آخر وَأَمَّا أَنَا فَلَا يُوْجَدُ لَدَيَّ أَيُّ بَدِيلٌ هذا الأب أو هذه الأوم هؤلاء الأموات لا يوجد عندهم بديل آخر الأمل الوحيد الذي عندهم هو هذا الأمام ولذلك في بعض الروايات أنهم عندما يأتون الأموات إلى الأحياء ويطلبون منهم فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ وَنَدَامَ لعلّنا نقرأ الحديث في نهاية البحث نعود إلى السؤال الذي طرحناه ما هي وظيفتنا تجاه الأموات؟ هناك ثلاثة وظائف بالمعنى الأعام للوظيفة الذي يشمل الوجوبة والندب الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم الوظيفة الثالثة زيارة قبورهم الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم قضية إبراء الذمة قضية مهمة جداً وَأَغْلَبُ الْأَفْرَادِ لَعَلَّهُ يُمْكِنْ أَنْ نَقُولِ يَرْحَلُونَ عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ دُونَ أَنْ يُبْرِئُوا ذِمَّتَهُمْ الآن لماذا نذهب إلى الأموات الذين رحلوا؟ نحن يتمكن واحد بالليل عندما يضع رأسه على المخدة أن ينام مطمئن البال وأن ينام مرتاح الضمير إذا واحد ما يوجد في ذمته أي حق لا لله تعالى ولا للمجتمع كان واحد كاتب في وسيطه لولده لا يوجد في ذمتي حق لأحد نحن نتمكن أن نقول ذلك لا يوجد في ذمتنا أي حق لله تعالى لا يوجد في ذمتنا أي حق للمجتمع بحيث إذا قيل لنا أنه أجلك يأتي بعد دقائق نكون قد انتهينا من كل شيء وقد أعددنا لكل شيء أغلب الأفراد يتورطون في هذه القضية المشكلة التي توجد ليست مشكلة إدراك وفهم وَإِنَّمَا هِيَ مُشْكِلَةُ قَرَارٍ وَتَنْفِيَ الفرد يفهم يعلم أنه مدين لله تعالى يعلم أنه توجد في ذمته فوائت صلوات التي فاتت وبالذات صلات الصبح التي تفوت كثير من الأفراد يعلم أنه هناك حق للآخرين عليه إما حق مالي وإما حق غير مالي يفهم ذلك وجدانا يأنب يتمنى أنه يأتي يوم من الأيام يفك رقبته من هذه الحقوق كل واحد منا يتمنى ذلك كل مؤمن يتمنى ذلك كل متدين يتمنى ذلك المشكلة ليست في الفهم والإدراك وإنما المشكلة في القرار والتنفي أنا الآن في هذه اللحظة أي حق يوجد للآخرين أحاول أن أفك رقبتي منه وكأنه ينقل أن هناك باب في جهنم يقال له باب التسويف إن شاء الله بعدياً نوفق لذلك المسوفون كأنه يدخلون من هذا الباب لذلك وتبعاً لهذه المشكلة أغلب الأفراد الذين يرحلون عن هذه الحياة تكون في ذمتهم حقوق إما حقوق الله تعالى وإما حقوق المجتمع إما حقوق مادية وإما حقوق معنوية أفضل خدمة يقدمها الأحياء للأموات أن يحاولوا فك رقابها أراجع الكتب الفقهية في باب قضاء الولي الولي يعني الإبن الأكبر الإبن الأكبر يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه وما فات أمه من الصلوات والصيام حتى إذا الآب ثلاثين عام ما مصل أربعين عام ما مصل هذه كلها بذمة الإبن الأكبر مو البنت الكبرى الإبن الأكبر يجب عليه في بعض الفروض والأحوط وجوباً في بعض الفروض أن يقضي جميع ما فات والده هذه وظيفة شرعية هذا واجب يتمكن أن يقضي بنفسه ويتمكن أن يدفع المال لأحد حتى يقضي عن والديه إذا الميت مات ولم يحج يجب قبل توزيع التركة على الوراث أن يخرج حج هذا الميت إذا كان الحج مستقراً في ذمة الله تعالى يقول في القرآن الكريم من بعد وصية يوصي بها أو دين الديون في الرتبة الأولى يعني أول ما نأتي إلى التركة يجب أن تخرج جميع الديون الديون الإلهية طبعاً باستثناء الصلاة والصيام الصلاة والصيام في ذمة الإبن الأكبر استثنوا الصلاة والصيام جميع الحقوق الإلهية وجميع الحقوق الاجتماعية يجب أن تخرج أولاً من تركة الميت هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية الوصايا إذا الميت له وصية طبعاً التفاصيل الفقهية والتداخلات تطلب من الكتب الفقهية الميت تخرج وصاياه من ثلثة ما تبقى أولاً الديون ديون الله، ديون المجتمع كم تبقى من المال إذا الميت عنده وصية من ثلث الباقي تخرج وصايا الميت ثم بعد ذلك الثلثان الباقيان من المتبقي يُعطيان للوراث إذا فرضنا أن ميتاً لم يخمس في حياته أول وظيفة على الوراث وظيفة شرعية يعني واجب أن يخرجوا الخمس من تركة الميت هذا ليس مال، هذا ليس ملك ظاهر الآية الكريمة الله تعالى يقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الآَنِيمَ مُطْلَقُ الْفَائِدِ كما يقول اللغوية وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّلِّ اللَّهِ اللَّام لَامِ الْمِلْكِيهِ هذا ملك لله تعالى هذا ملك للفقراء هذا ليس ملك الميت هذا الميت يعتبر معتدي ويعتبر ظالم هذا ليس ملك الميت حتى ينتقل إلى وراثه وإنما هذا المال مال الله، مال النبي، مال الإمام، مال المجتمع الفقراء الذين هم في المجتمع هذا الميت وضع يده ظلماً وعدواناً على هذا المال ماكو تعارف في الحقائق هذا النوع من الظلم والعدوان هل هناك فرق بين أحد يأتي ويشوف فقير ويسرق منه مالاً؟ وأحد لا يدفع الحقوق الشرعية التي لم يجعلها الله تعالى له هذا في واقعه ظالم وهذا في واقعه معتدي راجعوا إلى العروة الوثقة في كتاب الخومس يقول وَمَنْ مَنْعَ مِنْهُ الدِّرْهَمًا كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ يعني لأهل البيت نحن من قول لعن الله الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ هذا واحد من الظَّالِمِينَ لَهُمْ هذه حقائق ولا مجاملة في الحقائق أهم شيء أهم وظيفة أن نحاول إفراغ ذمة الميت هذا الإفراق قد يكون على نحو الوجوء كما في الموارد التي ذكرناها وقد يكون على وجه النادب مثل البنت الكبرى مثلاً بنات الميت أبناء الميت غير الإبن الأكبر هذا الميت متورط في العالم الآخر الأفضل لهم أن يفرغوا ذمته من ما في ذمته من صلاة وصيام هذه القضية التي ننقلها تتعلق بالحقوق الاجتماعية المعنوية كثير ما يكون الظلم في الحقوق المعنوية الله تعالى يقول وَعَاشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ يعني زوجاتكم العشرة بالمعروف واجب إذا الرجل مات وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَاشَرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ هذا الظالم لهذه الزوجة وَذِمَّتُهُ مَشْغُولًا يَنْقُلْ أَحَدُ الْأَفْرَادِ يَقُولْ رَأَيْتُ فِي عَالَمِ الرُّؤِيَةُ وَالِدِي وَالِدَهُ هذا المنام له مقاطع هذا المقطع الأخير من مقاطع الرؤية يَقُولْ رَأَيْتُهُ وَشَفَتَاهُ مُتَقَرِّحَتَانَ فَقُلْتُ لَهُ لِمَاذَا شَفَتَاهُ مُتَقَرَّحَتَانَ قال العلاج فقط بيد والدتك يعني زوجة الميت أنا عندما كنت أناديها هذه الحالة مع الأسف شائعة في المجتمع الله تعالى يقول وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ واحد يطلق على واحد لقب لا يحبه أو يغير اسمه على نحو لا يحبه هذا متعارع في البيوت في العوائل في المجتمع قَالَ أَنَا كُنْتُ أُنَا دِيْهَا بِاسْمِهَا عَلَى نَحْوٍ لا تحبه كان يغير في الاسم وَهَذَا نَتِيجَةُ ذَاكُ وَهَذَا نَتِيجَةُ ذَاكُ وَهَذَا نَتِيجَةُ ذَاكُ كَمْ وَاحِدْ حَقِيقَةً يَتَأَلَّى عندما يرى آثار جنايته عندما الآخرون يرونه على هذه الحالة وَإِنْتِ حَاوِلْ أَنْ تَسْتَرْضِي وَالِدَتَكَ لأن أنا ما إلي طريق آخر يقول فَقُمْتُ وَجِئْتُ إِلَى وَالِدَتِي وَنَقَلْتُ لَهَا الْرُؤِيَةِ قالت نعم هذا كان يغير في اسمي وأنا كنت أتضايق من ذلك والآن مادام هو هكذا في هذا الواضح في عالم الآخر فأنا عفوت عنه هذه القضايا تبقى تبقى في القيوم وَاللَّهَ تَعَالَى لَا يَجُوزُهُ ظُلْمُ الظَّالِمِ على ما في بالي في الرواية وَلَوْ مَسْحَةٌ بِكَفْ حَتَّى إِذَا تَخَلُّونِ إِدْكُمْ عَلَى وَاحِدْ تَمْسَحُونَ وَهُوَ لَا يَرْضَى اللَّهَ لَا يَتَجَاوَزُ عَنْ ذَادِ إِذَنْ الْوَظِيفَةُ الْأُولَى إِفْرَاغُ ذِمَّتِهِ وَهُنَالِكْ مَسْأَلَةَ فِقْهِيهِ لَا بَعْسَ أَنْ نُشِيرَ إِلَيْهَا كثير من الأفراد يقضون فوائت احتياطاً العلماء يقولون يمكن أن ينوي هذه النية على نحو الترديد في المنوي لا على نحو الترديد في النية يقول أقضي هذه الصلوات عن نفسي إن لم تكن في ذمة صلوات فهي قضاء عن والد إن لم يكن في ذمة والدي قضاء فهو عن والدته وهكذا عن أعبائه وأجداده يقولون ما في إشكال هذا ترديد في المنوي لا في النية ولا إشكال في ذلك الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم طبعاً هذا من لطف الله سبحانه لأن الامتحان انتهى إذا الامتحان انتهى بعد أكو مجال للإضافة خرجت من قاعة الامتحان وقدمت أوراقكم انتهى بعد لا يمكن أن تضيف شيئاً ولكن من لطف الله بعباده أنه رغم امتهاء الامتحان الله يبقي السجل مفتوح كلما تعملون من الخيرات للأموات هذا يضاف إلى سجل أعماله إهداء الخيرات لهم الأموات ينتظرون ذلك يتوقعون ذلك يحتاجون إلى ذلك في هذه الرواية المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه يرويها في المستدرك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المجلد الثاني صفحة أربعمية وأربعة ثمانين النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم كل الجمعة يأتون يتوقعون ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين في حالة بكاء يَا أَهْلِي وَيَا وُلْدِي وَيَا أَبِي وَيَا أُمِّي وَأَقْرِبَائِي اِعْطِفُوا عَلَيْنَا يَرْحَمْكُمُ اللَّهِ يحتاجون إلى العاطف يحتاجون إلى الشفقة في مقطع آخر من الحديث يَعْطِفُوا عَلَيْنَا بِدِرْهَمْ ولو دِرْهَمْ واحد واحد يُعْطِيف بالنيابة عن الفقير هناك خالتان خالة النيابة وخالة إهداء السواب هناك فرق بينهما اَعْطِفُوا عَلَيْنَا بِدِرْهَمْ أو بِرَغِيف أو بِكِسْوَةِ ثُوب تَعْطُوا لِفَقِيرِ ثُمَّ بَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَشُوفْ حَالَتْ هَأُلَى احنا الان من شوف من اعلم كيف يعيشون الان اذا يجيبون واحد في حالة يُرثى لها واحد دا يموت أمامنا كيف نعطف عليه لأننا نراح في تقرير أنه في كل ثانية يموت طفل في العالم من الجوع وتوابع الجوع كل ثانية كل ثانية طفل مات في العالم إذا الطفل أمامكم دا يموت كيف هذا المنظر يحرك مشاعركم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ دا يشوف وضع الأموات في العالم الآخر دا يشوف كيف يحتاجون دا يشوف اضطرارهم وَلِذَلِكَ حَقَّ لَهُ أَنْ يَبْكِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ بَكَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَكَيْنَا مَعَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ بُكَائِهِ ثُمَّ قَالْ يعني بعد فترة أُولَئِكَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ صَارُوا تُرَابًا رَمِيمًا بعد السُّرُورِ وَالنَّعِيمِ فَيُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ يقولون وَا وَيْلَاحِ وَا ثُبُورَاحِ الثُّبُور يعني الهلاك واحد عندما يعيش في شدة ينادي وَا ثُبُورَاحِ وَا وَيْلَاحِ كما في السُّيوط البهجة المرضية يقول يعني هذا ينادي موته يقول أيها الموت أدركني حتى أرتاح من هذه الحالة يعني حقيقة اصطرار القضية قضية جدية لا توجد فيها مبالغة فينادون على أنفسهم فينادون بالويل والثُّبُورِ على أنفسهم يقولون يَا وَيْلَنَا لَوْ أَنْفَقْنَا مَا كَانَ فِي أَيْدِيْنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرِضَائِحِ مَا كُنَّا نَحْتَاجُ إِلَيْكُمْ فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ يُحْدِي لَهُمْ الْخَيْرَاتِ وَأَنتَ شَرِيكٌ فِي تِلْكَ الْخَيْرَاتِ يعني الثواب يُعطى للميت ويُعطى للحي أيضاً لا يُنقص من أجر الحي شيء ليش واحد يبخى البلاد قراءة سورة القادر على قبور المؤمنين سابع مرات إذا واحد ذهب إلى قابر مؤمن يقرأ سورة القادر سبع مرات فيها ثواب عظيم حقيقة واحد عندما يراجع الروايات يجد ثواب عظيم لأشياء تبدو في نظرنا طفيفة لاحبوا هذه الرواية الرواية في بحار الأنوار مجلة تسعة وتسعين صفحة ميتين ثمانية وتسعين مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهَ عَنْدَ قَبْرِ مُؤْمِنٍ سَابع مَرَّاتِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الظاهر يعني إلى الميت مَلَكًا يَعْبُدُ اللَّهَ عَنْدَ قَبْرِهِ وَيُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ مَا يَعْمَلُ ذَلِكَ الْمَلَكِ لعلَّ ظاهر الرواية إلى يوم القيامة يعني خمس دقائق تقرون هذه السور للميت الله تعالى يبعث ملك عند قبره ويعبد الله كما يبدو إلى يوم القيامة فَإِذَا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ الظاهر يعني الميت لم يمر على هول إلا صرفه الله عنه بذلك الملك حتى يدخله الله به الجنة ويقرأ مع إِنَّا انزلنا كم سورة أخرى صلاة الوحشة في الليلة الأولى من الموت أو في الليلة الأولى من الدفن هناك نظريتان في الفقه أن صلاة الوحشة تصلى في الليلة الأولى من الموت أو في الليلة الأولى من الدفن الوالد رحمه الله يرى أنها تصلى في الليلة الأولى من الموت يعني اليوم إذا مات الليلة صلوا له هذه الصلاة راجعوا في كتاب العروة الوثقة وفي بحار الأنوار بالي في مجلد ثمانية وثمانين صفحة ميتين وتسوطعش لاحظوا الثواب العظيم لهذه الصلاة ثلاث أربعة دقاء ليش واحد يبخل؟ بعدين إحنا إذا ذكرنا الآخرين الآخرون يذكرون أيضا هذه آثار وضعية إذا ذكرنا آباءنا وأجدادنا أبنائنا أحفادنا أيضا يذكرون إذا الليلة في صلاة الليل دعوتم لأجدادكم إلى آداء المؤمنين منه أبنائكم وأحفادكم إلى يوم القيامة في صلاة الليل يمكن أن يذكروكم ويدعون لكم أحد الأفراد رأى في عالم الرؤية ميتاً الميت كان أباح هذا المقطع الأول من تلك الرؤية التي ذكرناها فقال له هذا السؤال الأول قال كيف حال الأموات في عالم الآخرة المعذبون منهم قال ألفاظنا لا يمكن أن تعبر عما نشاهده هنا الألفاظ قاصرة الآن أنتو إذا تريدون أن تشرحوا لجنين معادلات هذه الدنيا ما يفهم إحنا أيضاً لا نفهم معادلات عالم الآخر ولكن أذكر لك صورة تقريبية إذا الطفل يقول لكم ما هي لذة العلم تقولون له لذة العلم مثل لذة السكر هالشكل تقريب لم يفهم أكثر من ذلك قال أمثل لك بمثال لوضعنا الأموات في عالم الآخر إذا كنت في وادي وتحيط بك الجبال شاهقة من كل مكان ولا يمكنك أن تصعد فوق هذه الجبال للنجاة وهناك الذئب يطاردك حيوان مفترس يطاردك شنو حالتك في تلك اللحظات شعورنا إحنا في هذا العالم هذا الشعور ما يحتاج ذئب يطارد إذا كنت في صحراء وسمعتم صوت ذئب أو حيوان مفترس ما هي الحالة التي تطرع على الإنسان ما أدري اتفق لكم ذلك أو ما اتفق حالة رعب لا يمكن أن توصى الذين جربوا يفهمون يعني شنو هذا هذا شعورنا قاعدة شعور المذنبين السؤال الثاني عندما نبعث لكم خيرات ما هو شعوركم؟ قال أمثل لك مثال هذا المثال القدماء رأوه ويفهمونه قال إذا كنت في حمام حمامات القديمة العمومية في بعض الأحيان واحد يشعر بحالة اختناق لأن زحام أكو في الحمام البخار يتكاثف في الحمام حمامات السباحة النفس كثير الأكسيجين يقل واحد يشعر بحالة اختناق وأحيانا يشعر بحالة دوار وإذا استمرت هذه الحالة واحد يسقط في شبه حالة اغماء إذا كنت في هذه الحالة في هذه الأثناء فتح باب الحمام وجاء نسيم بارد منعش كيف تشعر؟ أنتو عندما تحدون لنا الخيرات نشعر بهذا الشعور أنا المثال اللي أمثل لذلك إذا واحد مصاب بضيق التنفس أحيانا يشعر بأنه يختن يموت فإذا في هذه الحالة جبتوا لأكسيجين وخلتوا في حلقه شلون يشعر به تلك الحالة؟ الروح ردت إليه هذا شعور الأموات عندما نهدي لهم الخيرات إذن الوظيفة الأولى إبراء ذمته الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم الوظيفة الثالثة زيارة قبورهم في الكافية الشريف في رواية صحيحة في كتاب الجنائز إذا تراجعوا أنه زوروا الأموات زوروا قبورهم فإنهم يأنسون بكم يفرحون بلالك فإذا انصرفتم عنهم عرضت لهم وحش واحد كل ما يتمكن يبقى أكثر يأنسون أكثر نختم حديثنا بقضية تتعلق بظاهرة اجتماعية خطيرة وهذه الظاهرة هي ظاهرة العضل الله تعالى يشير في القرآن الكريم إلى ظاهرة العضل ويقول في قضية لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجه في قضية معقل الذي عضل أخته جملاء عن أن تعود إلى زوجها الأول عاصم ابن عدي أو عدي ظاهرة العضل الظاهرة العضل الآباء يمنعون بناتهم من الزواج بحجج واهي الأمهات يمنع الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات كم واحد أكو بالعائلة مئة واحد كل واحد يدخل بالقضية ومن هي الظحية الظحية هي هذه البنت في تقرير أنه في بلد إسلامية نفوسه ستين مليون في وقت التقرير أكو هناك خمسطعش مليون شاب وشاب لم يتزوج لم يتزوج يعني الربع المجتمع مو متزوج لماذا؟ من العوامل المهمة هذه الظاهرة ظاهرة العضل كل واحد يدخل بالقضية ويخر بالقضية والآباء والأمهات في رأس القائمة بعضهم هذا نوع من الظلم العاضل المانع حتى راجعوا الكتب الفقهية الأب الذي له ولاية على بنته البكر كما هو رأي مجموعة من الفقهاء له ولاية إذا عضل بنته ولاية تسق بعد ما إلى ولاية راجعوا العروة بحث أولياء العاقد هذه القضية التي ننقلها تتعلق بهذه الظاهرة في عاهد بحر العلوم العالم الشهير الذي كان لعله قبل حوالي ميتين عام في هذه الحدود لعله جاء مجموعة من الأفراد من إيران في طريقهم إلى الحج مروا على بحر العلوم وكانت عندهم أموال يحتاجون إليها في عودتهم من الحج قالوا له نجعل هذه الأموال أمانة وديعة عندك إلى أن نعود صرر فيها ذهب العملة في ذاك الوقت عادة كانت الذهب أو الفضة بحر العلوم رفض قال أنا ما أخذ أمانة أكو هناك رواية أنه لا تتعرض للحقوق لا تخلوا في ذمتكم شيء لأن تتعرض للحق قد تؤدي ذلك الحق وقد لا تؤدي ذلك الحق ليش تتعرض للحق إلا في حالة الضرورة أو ما أشبه ذلك بحر العلوم رفض أن يستلم هذه الأمانة ولكن قال فلان هذا أميني مؤتما من قبلي أنا أأتمنه خلوا الأمانة عند فلان هؤلاء الحجاج ذهبوا ووضعوا هذه الصرر الذهبية أمانة عند فلان وذهبوا إلى الحاج عندما عادوا من الحاج ووردوا النجف بلغهم أن هذا المؤتمن مات هذه القضية التي أنقلها منقول عن السيد علي شبر رحمة الله عليه ينقلها بسنده عن بحر العلوم فذهبوا إلى بحر العلوم وقالوا ماذا نفعل هذا مات ولا نعلم أين وضع هذه الصرر الذهبية قال فلنذهب إلى بيته هذا عند أخت في البيت نسألها بحر العلوم مع هؤلاء الحجاج جاءوا إلى البيت طرقوا الباب الأخت فتحت الباب بحر العلوم قال هؤلاء الحجاج وضعوا عند أخيكي أمانة صرر فيها ذهب فهل تعلمين بمكان هذه الأمانة قالت لا ما أعلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أخي أكو بعض الأفراد يموتون يترحم عليهم بعض الآباء يموتون يترحم عليهم وبعض الآباء يموتون أولادهم يسألون من الله الانتقام منه أسأل الله تعالى أن ينتقم منه قال بحر العلوم لا تقولي هذا الكلام مضمون القضية فأعادت كلامها أسأل الله تعالى أن ينتقم قال بحر العلوم ولماذا إنه كان رجلا أمينا تقيا قالت الأخت نعم إنه كان رجل أمي تقي ولكنه حطم شبابي كل ما كان يأتي هناك خاطب إلي كان يرده بحجة من الحجاج الحجج الواهي الحجج التي لم يعتبر الشارع الدين لها أي اعتبار وهذا دمر شب تدمير تدمير يعني شو حقيقة مشاعر مرة أحد أحد العلماء كان يقول امرأة قالت لي امرأة فاتها القطار على أثر قاعدة هذه التحججات الواهية قالت أنا عندما أسمع في ليلة أن فتاة تزوجت تلك الليلة ما أتمكن أنام إلى الفجر امرأة بلا والي امرأة بلا كفيل المرأة تحتاج إلى حماية الرجل يمثل الحماية هذه المرأة أي حماية لها بعدين الأب يموت هذه البنت تتشر ربما تصبح مستجدية على باب الطرقات ربما تجان ربما تبقى في بيته وحده واحد يبقى في بيته وحده امرأة خصوصا إذا المنطقة كانت منطقة غير مأمونة تعيش حالة القلق والرعب من أول الليل إلى الفاجر من يتحمل هذه المسؤولين هذا مو نوع من أنواع الظلم حقيقتا قالت إنه كان أمينا تقيا معتمد بحر العلوم ولكنه دمر شبابي وحطم حياتي أنا الآن عمري خمسين عام وقد فاتني القطار كررت مرة ثالثة فأسأل الله أن ينتقم منه بحر العلوم فكر ماذا يفعل أنا أختصر القضية فقال لها أنا أضمن أن أعثر لك على زوج إذا فعلت ذلك فهل ترضين عن أخوك قالت بعد منه يرغب فيه امرأة اللي صار عمرها خمسين عام بعد واحد يرغب فيه ومن يرغب فيه بعد هذا العام فضمن لها اختصر القضية فضمن لها بحر العلوم ذلك وزوج ها بعد فترة رأى الأخ في عالم الرؤية الأخ المؤتم فرآه في حالة شراح وسرور وقال له شكر الله لك أنا من كنت ميت إلى هذا اليوم كنت تحت المسائل ليش منعتها ليش حطمت حياتها الآباء الذين الآن عندهم بنات في بيوتهم الآن يتداركون مو معلوم بعدين يوجد فدواحد بحر العلوم ينقذ ذلك الميت من المسائلة والمؤاخذة الآن هذا الرجل حظه أن بحر العلوم أنقذه قال أنا كنت تحت المسائلة من يوم موت وعندما زوجت أختي ارتاح وأنا الآن في حال جيد قال له بحر العلوم فأين هذه الأمانات الصرار الذهبية قال إنها مدفونة في بيتي في المكان الفلاني قديما بنوق ما كانت حتى يخلون بالبنوق كانوا يدفنون في البيت أو تحت شجرة فذهبوا وحفروا ذلك المكان وأخرجوا الصرار الذهبية وأعطوها للحجاج على كل حال هذه ثلاث وظائف ينبغي علينا أن نحاول أن نعملها الوظيفة الأولى إبراء ذمته وهذه أهم وظيفة الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم والوظيفة الثالثة زيارة قبوره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين أصلى الله وافتح وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر